التصريحات ديال الحكومة كتقول كل شي مغطي احنا كبرلمانيين فاش كنشوفوا الواقع الالاف ولا الملايين ما مغطين صحيا وفي الندوة اللي كانت مع فورقه الاغلبية مع الاسف اللي ما عمرشي واحد جرأ وقالها في حضور رئيس الحكومة وقال بأننا هاتشي اللي كتقول المعارضة احنا نعاني منه في الدوائر ديالنا وكين شكايات بين مئات ولا بالالاف في الدوائر ديالهم البارح قالوا هالي انك اللقاء داخلي ما بين الاغلبية وما بين سيء الحكومة في حضور سيفوزي القجر قالوا بأننا فعلا نراكين الناس اللي ما عندوش عشالي لو ما استفدش الجواب ديال سيفوزي القجر قال فعلا كين وسا نفتح واحد الباب ديال الطعون او ديالشكايات لمراجعة هاد الناس اللي كيشكي ومراجعة هاد الناس ديال ما استفدوش ولكن الواقع اللي كيقول كل شي مستفيد هذا كديم الناس ما زال اليوم واكترين اللي كانوا مستفيدين في الرامي ديالشي اللي قلنا صحيح والداليل تناقض اللي كان في العرض يستطيع القجر وانا نعطيك هو يقولك عشرات المليون عشرات المليون عشرات المليون من كان مشيوا من كان مشيوا للصفحة هنا وانا نعطيك التغطية الصحية امتضامن حوية ثلاثة فاصيلة تسعود مليون اسرة فقيرة تستفيد من التغطية الصحية هذا نفس العرض اي ما يناهس تمانية ملايين باحتساب داوي الحقوق يعني ماشي عشرات يعني فقال ثمانية لا في نفس العرض في نفس العرض هذه الصفحة ثمانية صفحة 11 قال عدد المستفيدين الذين تم تحويلهم امتضامن 22 هو عشرة ملايين وليس 18 مليون وتم تحويل كل المستفيدين تلقائن امتضامن وتم منحهم مهلة للتسجيل في بداية سنة 2023 وبعد نهاية المهلة أصبح المستفيدين 3.1 مليون اسرة اي منوهز عشرة دي مليون لونك هدو جوجد الوطائق متناقدي ثلاثة فاصيلة تسعود مليون اسرة فقيرة ثمانية دي مليون هنا عشرة دي مليون وفي مشة جوجد المليون